شكلت صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي لحظة تاريخية لكرة القدم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بعدما أصبحت السعودية أول دولة خارج القارة الأوروبية تنجح في ضم والاستفادة من خدمات النجم العالمي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات وقبل أيام فجر فريق النصر الملقب بالعالمي مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان صفقة رونالدو 37 عاما بشكل رسمي بعقد مدته 2.5 عام وأشارت تقارير صحفية غير مؤكدة إلى أن رونالدو سيصبح سفيرا لملف الرياض لاستضافة كأس العالم 2030 بسبب بند في عقده مع النصر ورغم تكتم إدارة النادي السعودي على التفاصيل المادية للصفقة التي وصفت بالتاريخية إلا أن وسائل الإعلام العالمية تأكدت أن تكاليفها تقدر بنحو 200 مليون يورو بالإضافة لحقوق تجارية أخرى تجعل راتب النجم البرتغالي الأعلى في تاريخ كرة القدم وتضمن صفقة رونالدو مكاسب عدة للنادي والمملكة نظرا للإمكانات الرياضية والاقتصادية التي يتمتع بها النجم البرتغالي فضلا عن أن النصر سيكون محل اهتمام كل وسائل الإعلام في العالم من أجل متابعة أداء رونالدو في أول تجربة له في دوري بعيدا عن ملاعب أوروبا ومن أجل ذلك تعمل إدارة التسويق والاستثمار لدى النصر على الاستفادة الاستثمارية والاقتصادية من عدد متابع اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتجاوز عددهم على تويتر 100 مليون بالإضافة إلى أكثر من 500 مليون متابع في إنستغرام وأكثر من 200 مليون على فيسبوك